كابتن ماجد يعني ايه شخصية السادس ماجد سامي شخصية رياضية محترمة رئيس نادي ودي دجلة والمؤسس للنادي الحقيقة اتكلم في بودكاست تقريبا يمكن مع الزميل عبد الرحمن ماجد فاتكلم في اكتر من جزئية منها ما يخص الاهل يحتاج لمراجعة ومنها ما يستحق الشكر على الاشيادة الاول نشوف احسن نادي بيعتلو او امين اكتر نادي كان مريح في التعامل في البيع من نادي الاهل التزام ما فيش ملوعة ما تخافش على فلوسك معهم امرة جدا حتى لو تأخروا بيدفعولك فلوسك الحقيقة ما فيش زي نادي الاهل في الالتزام زي ادارة نادي الاهل في الالتزام بالعهود والوعود حقيقي يعني وساعات كان فيه حاجات معينة تحتمل ان هما يظلموك لو حد من جواهم نيته احشى اه يستخدم حاجة في العقد ايوة كما في العقد ممكن تتفسر بمعنين مثلا فممكن يروح هو واخدها بالمعنى اللي يخدم مصلحته مع انه عارف ان مش دي الحقيقة الحقيقة حاجة تانية هو بيروح للحقيقة هو بيروح للحقيقة فالحقيقة النادي الاهلي في الحتة دي لا يعلق عليه في الاندار المصري شوف الاستاذ ماجل سامانا اتعاملتم معاه وماسل محمد شريف اخر يعني من الحاجات وهو راجل يعني فعلا شاطر عنده رؤية في كرة القدم وكان عنده خطة ومخطط ونفزه بنجاح جامل جدا كمستثمر في كرة القدم وعنده عراءه في كرة القدم بتتطفق مع بعضها وتختلف مع بعضها لكن دائما وابدا هو راجل لا يقصد الاساءة ولا يقصد التقليل ولا يقصد التهويل فهو اما الجزء دي بناء على خبرة في التعامل وسقة وإشادة وتقدير لإدارة النادي الاهلي في احترامها وتعاملاتها وامنتها نتيجة التعامل يعني لما بيتوعد وعد حتى لو مش واضح هو في العقد هو كان الاتفاق على كده كان بيلاقيه كده هو ده النادي الاهلي اتعامل من قليل هو حد راح يشتكافي فيه فهد هو حد يعني مرة تكلم على أنه ما خدش حقه من النادي الاهلي لأنه أستاذ مجد سامي قالك لو العقد فيه جملة أو كلمة تحتمل تؤول ليك أو عليك الاهلي بيروح للحقيقة فيها لأنه ما بيخدش حق أي حد عشان كده كانت هذه القيمة لكن لما كابت المجد سامي اتكلم في جزئية الشخصية الفنية محتاجين نسمعه النادي الاهلي للأسف الشديد ما عندوش شخصية كرواية الشخصية كرواية بتاعت النادي الاهلي هي شخصية كرواية بتاعت المدرب الهيجي الأول فييلر ييجي عنده هو اللي بيحدد شخصية النادي فيبص على اللعيبة يلاقي اللعيبة دي يا مناسبة للشخصية مش مناسبة يمشي فييلر فييلر اه فييلر وييجي موسماني عايز يلعب بشخصيته نصب فيلاقي اللعيبة اللي فييلر سابها مش طابعة لشخصيته فيمشيهم ويجيب لعيبة تانية وبعدين يجي كولر يغير الشخصية بتاعت موسماني فالنادي ما عندوش شخصية الطبيعي هو انو النادي يقر أنا عايز ألعب أي كرة ويدوع على مدير فني لايق على ده عندو نفس الشخصية كرواية لأيام هيدي كوتي الاهلي كان عندو شخصية لكن بعد كده بقينا بنلعب على المدرب اللي جاي عايز يلعب ازاي هناك بعض الخلط بين الشخصية الكرواية ها واسلوب اللعب اي او حق المدرب انو يلعب بطرق مختلفة اي شخصية النادي الاهلي ده العالم كله بتكلم ثقافة النادي الاهلي التي تناضي من اجل المكسب للدقائق الاخيرة وهو الاكثر تحقيقا للانتصارات الحاسمة في بلاس تسعين اي دي الشخصية شخصية الاهلي الذي لا يرهبه منافس هي دي شخصية البطل شخصية الاهلي النادي اللي ما بيشبعش بطولات اكسب افرح الناردة بكرة وطالب بالبطولة اللي جاية يسأل مارتن مارس كولر ايه البطولة اللي تفخر بيها قالوا لي لسه ما اتهاش دي الشخصية الاهلي بيفرضها عالمدرد ايه لكن ان ييجي ايه دي كوتي كل واحد اللعب يقول لك يعلمنا في مصر يعني ايه زون ديفينس والهجمة المنظمة ويتمرن فترتين وكانت مصر بتتمرن فترة واحدة وكانوا يتمرنوا ثلاثة سابيع يتمرن كل يوم وبعد كده ييجي بعديه تتكش سنة يعلم اللعيبة التاكلينج والضغط وييجي بعديهم تاني دي كوتي ثم تتوالى المدربين ييجي ديترش فيتسا يدخل تلاتة 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 خمسة اتنين تلاتة خمسة اتنين ويلعب جناح المدافع تلاقي تلاقي مطاق مصري لعبها اه ويستمر بيها فترة طويلة لغاية لما ييجي منول جوزيه يعمل تلاتة اربعة تلاتة هذه ليست شخصيات هذه اسلوب لعب ده تطوير للكرة المصرية كل مدرب داخل النادي الاهلي طور لصالح المتخبات ييجي جوزيه ادي كابتن حسن شعطة قالك حطيت باسمتك لكرة المصرية ولكن شخصية المدرب اللي بيعيش مع النادي الاهلي هي اللي تتطفق مع شخصية الاهلي وثقافته ومتطلباته فهناك خلق يعني هو مثلا يبدو ان اسلوبه اما جاب الرجل تكيس جناس ده مش مطالب ببطولة ده مطالب انقل واستحوذ الاهلي مش كده شخصيته انا مطالب اكسب عشان اكسب بطولة اذا لانه الاهلي لا يملك ما يميزه اكتر من شخصيته شخصية بطل يشيد بيها الجميع لكن واضح ان الكابتن ماجد سامي كان عنده خلط ما بين الشخصية وما بين طريقة اللعب واسلوبه الخطة والطريقة فريتز لعب بمهاجم متأخر النمساوي في سنة خمسة وخمسين كان بتلعب بيها المجر وقدت هذه الطريقة الى تفجر موهبة الكابتن صالح سليم هيديوكوتي جيه لعب بثلاثة اربعة ثلاثة وكانت مصر كلها بتتكلم على الطريقة اللي بيلعب بيها هيديوكوتي في النادي الاهلي نفس الحكاية لما جيه فيسا ثلاثة خمسة اثنين والجناح المدافع جيه بعد كده منول جزيه وهكذا دي اساليب لعب وطريقته لكن شخصية الاهلي هي شخصية البطن اللي فضل زين النوادي